ايجي الاهل استبعد صافي يقولك اصل صافي هو الاهل استبعده ليه بص بقى قالك اصل الواد سوزة البرازيلي اللي بلعب معرفش في كوريا ولا فين ده وفي الصين ولا في كوريا ولا فين لما كان الاهل بيجيبه فكلم صافي وقال له اوعى تيجي ده الاهل ده الدنيا هنا مش مستقرة ده ده احنا هنا مش مبسوطين ده احنا فلوسنا متأخرة والدنيا مش مستقرة حتى في مصر يعني صافي هو اساسا اكتر لعيب اجناب الاهل جابه في اخر سنتين اخر سنتين يعني بصول الاهل جابه اخر سنتين مين جاب ميكي سوني وجاب بيرسي تاو وحتى اليو ديانج اخر سنتين ثلاثة اولا بله اكتر من كده وكل اجانب اللي جملة الاهل الاهل اخر سنتين ثلاثة دول اكتر لعيب لف في مصر وتصور ونازل على السوشيال ميديا هو صافيو يعني ليه صور في الهرم ليه صور عن نيل ليه صور في الاوتيل اللي هو فيه بعد جاب مراته وبعد جاب ابنه ولا بنته البيبي اللي مع مراته ده يعني اكتر لعيب كان حريص انه يتصور ويتفسح ويخرج ويطلع الصور دي كلها على السوشيال ميديا ويبين ساعاته وانبساطه هو البرازيلي صافيو فتخيله واحد بيعمل كده حيبعت يقول لحد اصلا الدنيا هنا مش مستقرة طب انت جاب مراتك وابنك ومش مستقرة طب انت بتتفسح طبعا كلام مش صح في الاخر كلام مش صح يعني كولر وقت قرار مبني على حاجتين انه مش جاهز لانه خارج من اصابة حاجة تانية لازم يستنفر جوا حاجات لانه العيب محترف لازم يدي قدي كده عشان مرات فتدله درس عمره صافيو بقى كرة في ملعابه اما ان درس عمره ده ينطره قدام يعني ينطره ويبقى بالنسبة له دافع ودعم ايجابي جدا ياخد الموضوع بالشكل الايجابي ويبقى فيه تحدي بينه وبين نفسه اما خلاص ينتهي ويمشي لانه مفيش نادي حيتحمل ابدا مهما كان انت جايب صفقة دافع فيها فلوس كتير شفت له حاجات وتبعته على مدار الشهور ولقيته كويس جدا بس ما تكيفش بالشكل الملائم او ما اثر شوف حق نفسه فلازم ايه ياخد حاجة كده تفوقه اما التفوئة دي تيجي في صالحه ويشتغل عليها ويتحول وانا متوقع كده انا متوقع ان صافيو هيتحول لان هو عنده انه هاو زي ما بيقوله عنده المهارة وعنده الرؤية وعنده الكلام ده بس هو مأثر شوف حق نفسه بسبب اللغة بسبب ايه انا معرفش يعني اشتركوا في القناة